موسيقى أثراني صباحاً بتوقيت القاهرة نشرة إغبارية من عاصمة الخبر والبداية مع أبرز العنوين الرئيس الأوكراني يرحب ببعض عناصر المبادرة الصينية لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عاشرة من الوقوبات على روسيا الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار موسيقى موسيقى رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو لكنه قال زيلينيسكي أن الدولة التي تدور فيها حرب فقط هي التي يجب أن تكون البادئ بخطة سلام وأدى فازيلينيسكي أن أي خطة لا تتضمن انسحابا كاملا لقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية لن تقبلها كييف مشيرا إلى أن الصين المتحلفة مع روسيا لم تقدم خطة ملموسة ولكن بعض الأفكار التي تدعو لحل الأزمة قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن دخول الصين إلى صراع أوكرانيا ودعمها الرئيس الروسي سيزيد من صفك الدماء وإطالة أمد الحرب وأضف المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أن واشنطن لم تلاحظ وجود خطوات صينية لمنح روسيا أسلحة لكنه أشار إلى أن بلاده ترى أن بكين أبقى ذلك الخيار على الطاولة كما شدد على ضرورة الإبقاء على قنمات الاتصال مفتوحة مع الصين وروسيا للحد من حدوث سوء تقدير على حد وصفه وأضاف أن أوكرانيا هي الوحيدة التي لها الحق في تحديد موعد بدء المفاوضات قال الاتحاد الأوروبي إن مبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية انتقائية وغير كافية بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي عزمه لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ معربا عن ترحيبه ببعض عناصر مبادرة بكين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بينما داخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني محدثة شرخا عميقا في العلاقات الدولية ومؤججة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي طرحت الصين مبادرة سلمية لإنهاء الصراع المشتعل بين موسكو وكييفا تسوية سياسية مكونة من 12 بندا دعت فيها الصين كل من روسيا وأوكرانيا إلى إجراء محادثات سلام في أسرع وقت ممكن محذرة من استخدام السلاح النووي ومطالبات بتجنب استهداف المدنيين الأزمة الأوكرانية وضعت بكين في موقف حرق فالصين الحليفة الوثيقة لروسيا لم تدعم أو تنتقد علنا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكنها أعربت مرارا عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية وشددت على وجوب مراعاة المخاوف الأمنية الروسية ودعت في المقابل مرات عدة إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا ورغم دعوة بكين لجميع الأطراف إلى حث روسيا وأوكرانيا على استئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن والسعي إلى اتخاذ إجراءات بشأن سلامة المحطات النووية والممرات الإنسانية وصادرات الحبوب إلا أن كييف كان لها رأي آخر كييف أكدت أن أي خطة سلام يجب أن تتضمن انسحاب روسيا لحدود عام 1991 وإلا سوف تعني تجميذ الحرب وهزيمة أوكرانيا على يد القوات الروسية فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مبادرة الصين لتسوية الأزمة بين موسكو وكييف انتقائية وغير كافية الأمر الذي رفضته بكين ووصفته بأنه مجرد افتراء يفتقد إلى الحقائق ويهدف لتشويه سمعتها على خطة الاتحاد الأوروبي شكك الرئيس الألماني فرانكشتاين ماير في إمكانية أن تلعب الصين دورا بناءا من أجل سلام أوكرانيا معتبرا أن أي اقتراح يقربنا من سلام عادل هو موضع ترحيب بالنظر إلى مواقف الصين السابقة يراود الغرب شكوك حول إذا ما كان يمكن اعتبار الصين وسيطا نزيها أو ما إذا كان اقتراح بكين يحمل بين ثناياه شعاعا من الأمل في إنهاء الأزمة التي طال أمدها وألقت بظلالها السلبية على العالم كله قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مبادرة السلام الصينية التي عرضتها بكين لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تفيد إلا موسكو وأضف بايدن إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي لا يحتاج إلى مقاتلات F-16 حاليا مؤكدا استبعال إرسالي مثل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن دعا الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي إلى الانخراط في محادثات سلام مع موسكو وذكرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن ماكرون وشولتس تحدث إلى زيلينيسكي خلال اجتماع سابق في باريس وحضاه على التفكير في البدء التفاوض مع روسيا وقال مسؤولون في حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إن الدول الثلاث ترى العلاقات القوية بين الحلف الأطلسي النيتو وأوكرانيا وسيلة لتشجيع كييف على بدء محادثات سلام مع روسيا حتى إذا استمرت موسكو في السيطرة على الأراضي الأوكرانية أقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات قيودا تجارية ضد انداد روسيا بالتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك 47 نوعا من المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كما تشمل أيضا عدة أنواع من المعدات الثقيلة بما في ذلك معدات الإنشاءات ومكونات ووحدات الطاقة الخاصة بالطائرات أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية لالتزام بتكسيف دعمها الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا كما تعهدت دول المجموعة في بيان بمواصلة فرض عقوبات على مؤسسات روسيا المالية مطالبة نجهات الفاعلة التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات لوقف ذلك وشددت المجموعة على أنها ستنفذ العقوبات المفروضة على موسكو بشكل كامل وستعمل على توسيعها دعا المستشار الألماني أولف شولتس روسيا إلى إنهاء العمليات العسكرية ووقف القتال فورا في شرخ أوكرانيا وأكد شولتس في كلمة مصورة على هامش اجتماع لمجموعة السبع الصناعية أن المجموعة متفقة على استمرار دعم أوكرانيا وضرورة إعادة إعمارها دوائر مجموعة السبع متفقة على أن صندوق النقد الدولي يجب أن يطلق برنامج دعم لأوكرانيا وعلى الرغم من احتدام الحرب فإننا نفكر بالفعل في إعادة إعمار هذا البلد المتضرر بشدة في يد روسيا أن تنهي هذه الحرب على الفور ووقف القتال وسحب القوات العالم كله يعاني من العدوان الروسي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين الروسي مع ملاحقة أكثر من ثلاثين شخصية والشركة واستهدفت العقوبات الجديدة التي أعلنت في الذكرات السنوية الأولى للغزو الروسي اثنين وعشرين شخصية روسية وثلاثة وثمانين كيانا إضافة إلى أكثر من ألفين وخمسمائة عقوبة فرضتها على مدى العام المنصر منذ دقيقة الأولى للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما في أوروبا وخارجها سيلا من العقوبات ضد موسكو لتقليل قدراتها على تمويل حربها ويطبق الغرب العقوبات من خلال عدة باقات متتالية وصلت إلى نحو تسع حزم على أكثر من ألفين فرد أو كيانا ويفرض قيود التصدير على أكثر من أربعمائة كيانا بما في ذلك الشركات الرئيسية المملوكة للدولة الروسية منذ إعلان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين انضمام مناطق جديدة إلى روسيا وبدء العمليات في شرق أوكرانيا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد مسؤولين روس وأفراد عائلاتهم وعزلت الولايات المتحدة سياسيين وشركات في روسيا عن الاقتصاد العالمي كما عزلت البنك المركزي الروسي عن احتياطياته الدولارية وكذلك النظام المالي العالمي تلك العقوبات أدت حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى عجز في النزانية الروسية العام الماضي بمقدار 47 مليار دولار وكان هذا ثاني أعلى عجز تشهده روسيا في حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانخفض الانتاج الصناعي في روسيا لمدة تسعة أشهر متتالية بالإضافة إلى ذلك ألغى الكونغرس امتيازات روسية في التجارة الدولية وزادت تعريفات على مئات المنتجات الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة كما فرضت واشنطن ومن ورائها الغرب صقف سعر على الغاز والنفط الروسيين والمنتجات البترولية الروسية وقررت وزارة التجارة الأمريكية إضافة ما يقرب من تسعين شركة من روسيا والصين ودول أخرى إلى قائمة سوداء تقيد حصول موسكو على التكنولوجيا الأمريكية الخارجية الأمريكية تقود أيضا تحركات دولية لتوجيه اتهامات قانونية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك السلطات في المناطق الأوكرانية الموالية لروسيا وفرضت واشنطن أيضا قيودا واسعة النطاقة على منح التأشيرات لعناصر الجيش الروسي وأفراد آخرين بزعم ارتكابه من تهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالعمليات الروسية أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة بقيمة عشرة مليارات دولار منها 250 مليون لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن دعم واشنطن الإضافي لكييف سيساعدها على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء البلاد وأضاف بلينكين أن أوكرانيا ستحصل أيضا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي طالب وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة بسحب القوات الروسية من محطة زابوريجيا النووية دمانا للأمن والسلامة النوويين وأكد كوليبة ضرورة وقف القصف الروسي للبنية التحتية الأوكرانية لمنع أزمة الطاقة الهدف الرئيسي هو استعادة احترام السيادة الأوكرانية ووحدة الأراضي الأوكرانية ضمن وتحت القانون الدولي مع الامتثال التهم لمثاق الأمم المتحدة الذي تعهدنا جميعا أن نحترمه ولاختصار أن الهدف هو خروج روسيا خارج الأراضي الأوكرانية وتحقيق السلم العالمي أي مقترحات للسلم لابد أن تكون وفقا للمطالب وفقا لهذا القرار نحن ندعو كل دول العالم لتيسير تنفيذ هذا القرار بكل الطرق السلمية نحن في حاجة إلى التعاون السريع والمثمر لضمان الأمن والسلم وإكبار روسيا للخروج من أوكرانيا وتأمين محطة زابوريجا أهل النووية وتأمينها ضد أي هجمات صاروخية أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أنه يجب إبعاد التهديدات عن الحدود الروسية إلى أقصى حد ممكن وأوضح ميدفيديف أنه يجب تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لمنع حدوث حرب عالمية وأكد نائب رئيس ميدفيديف أن روسيا ستحقق النصر في أوكرانيا وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف بشأن الحدود بين البلدين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العاملة في البحر الأسود في إشارة على ما يبدو إلى الاستعداد لمزيد من الهجمات الصاروخية وأشارت الخيادة العسكرية الأوكرانية بالمنطقة الجنوبية إلى أن عدد السفن تضاعف مقارنة بصباح اليوم حيث يوجد الآن ثماني سفن روسية إحداها فرقاتة مسلحة بثمانية صواريخ من تراز كاليبر رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستورية الثالث عشر باعتبارها خطوة هامة على صعيد استفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أخرب وقت كما جددت مصر ودعمها الكامل لمسار الحل الليبي الليبي مشددة على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 ذات الصلة غادرت سفينة انداد مصرية من العريش محملة بمئة الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا وتأتي تلك المساعدات تنفيذا لتوجهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفي إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها في الدول في مواجهة الأزمات والتحديات تجاوز عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألف قتيل حيث أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد الضحايا من الهزات الأرضية التي ضربت البلاد في السادس من فبراير إلى أربعة وأربعين ألف ومائتين وثمانية عشر قتيلا فيما وصل عدد الضحايا في سوريا إلى خمسة ألاف وتسعمائة وأربعة عشر قتيلا ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي في البلدين متجاوزا خمسين ألفا أصدرت تركيا قواعد جديدة لإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل لتمكين الشركات أو المؤسسات الخيرية من المساعدة في بناء منازل جديدة للملايين الذين يحتاجون إلى مساكن بديلة بعد الكارثة وانهار أكثر من مائة وستين ألفا من المباني تضم خمسمائة وعشرين ألف شقة أو تضررت بشدة جراء الزلازل في تركيا وقالت وزارة العدل التركية إن مائة وأحدى وسبعين شخصا ألقي القبض عليهم ويواجهوا سبعة وسبعين أخرون لاحتجاز في إطار تحقيق حول المباني المنهارة فيما يتعلق بانتهاك قواعد البناء يواصل رجال الإنقاذ رحلة البحث عن ضحايا تحت الإنقاذ في مدينة حارم السورية ويفذلون كافة الجهود اللازمة لإزالة الركام رغم قلة المعدات ويناشد الشعب السوري المجتمع الدولي لإرسال المزيد من المساعدة الإنسانية ودعمهم لإعادة إعمار المناطق المنكوبة نظرات يأس تخالطها آمال ضعيفة ورغبات دفينة في العثور على ناجين جدد تحت أطلال الزلزال في مدينة حارم السورية رغم اعطيادهم مشاهد الدمار والخراب على مدار سنوات من الحرب والقصف باتت مأساة السوريين اليوم مختلفة فوقع على عطقهم عبء كوارث طبيعية لم تكن في الحسبانة وأثقلت كاهلهم أكثر من 15 يوما مرت على تلك الكارثة الإنسانية ورغال الإنقاذ والأهالي لا يفارقون المنطقة المنكوبة مكرسين جهودهم للبحث عن أسرهم وإخراجهم من تحت الركام أحياء كانوا أم أمواتها بس ظلت العالم نهارين ثلاثة العالم تحت الباطل ظلت عالم أربعة أيام تحت الباطل طلع عيل ما ذكرت تشتغل شيء الإيد ما بالساعد هو يعني راح لنا عيال أخوه وعياله وغلاد عمي وعياله 25 مأساة يرويها المكلومون بصبر ممزوج بألم مرير وهم يزيلون الأنقاذ بأيديهم مناشدين المنظمات الإنسانية لمساندتهم على إعادة إعمار مدينتهم وبناء ديارهم من جديد وإغاثة المنكوبين أعلنت كوريا الشمالية إطلقها أربعة سواريخ استراتيجية من توراس كروس في بحر اليابان وتأتي أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية بعد اتهام السفيرة الأمريكية بالأمون المتحدة لمجلس الأمن بالتقاعص والصمت عن إدانة بيونج يانج لا تمر فترة زمنية إلا ويصدر من شبه الجزيرة الكورية ما يؤرق العالم من دخول حرب جديدة إلى سجل الصراعات الكبرى ففي أحدث اختبار لتجاربها الصاروخية أعلنت كوريا الشمالية إطلاقها لأربعة صواريخ استراتيجية طراز كروز من مقاطعة هامجيونج باتجاه بحر اليابان وأن الصواريخ قد اكتازت مسافة ألفين كيلومتر في مسارات دائرية قبل أن تصيب أهدافها المحددة سلفا بدقة دون تحديد لطبيعة تلك الأهداف اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية أشارت أن التجربة أظهرت بوضوح القدرات الحربية لقوة بيونج يانج النووية وعززت من قدرتها على شن هجوم نووي قاتل ضد ما وصفته بالقوى المعادية في خطوة صاحبتها تدريبات للقوات والتشكيلات العسكرية الأخرى على إطلاق النار دون استخدام الذخيرة الحية وتأتي أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية بعد اتهام السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بالتقاعس عن إدارة تجارب بيونج يانج الصاروخية ودعوتها للانخراط في العمل الدبلوماسي وذلك في أعقاب إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي آخر هذا الأسبوع ودائما ما تدافع كوريا الشمالية عن إجراء تجاربها باتهام الولايات المتحدة الأمريكية القيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع دول الجوار والتي كان آخرها الأحد الماضي حينما أجرت واشنطن تدريبات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان وشملت أنواع متعددة من الأسلحة والقاذفات في بحر اليابان وقالت عنها الدول الثلاث إنها تحسبا لأي عمل عدائي استفزازي من كوريا الشمالية إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناول الرئيس الأوكراني يرحب بعض عناصر المبادرة الصينية لوقف إطلاق النار بين كييف وموسكو الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عشرة من العقوبات على روسيا الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار إلى هنا تنتهي نشرتنا وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة في موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة أشكركم أعطيب المتابعة وإلى اللقاء ودائماً هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة